بس الأساس عندي أنه لا يزال أدب نجيب محفوظ حتى اللي تقدم يعاد تقديمه مش بس اللي ما تقدمش لأ يعني عنده حالة إبداعية لا تنضب ولا تنتهي وبتحرك وجدان الكتاب الدراما هو إزاي أسس طريق نجيب محفوظ فرق في الحركة الأدبية والثقافية إحنا طبعا عاركين أنه مؤثر جدا سينمائيا ودراميا وإدعيا وكل شيء إزاي هو فرق بشكل عام في الحركة الثقافية والأدبية عمل نقلة يعني لما بنتكلم على الأدب الرواي كمنطق وبناء واخد بالك في الرواية الطويلة طبعا فإن في الرواية مش في القصة القصيرة أو ما صحيح هو كتب مصرح ولا يهل كتب وكتب قصير حق يبقى والناس اللي هي كانت أسادزة في المنطقة دي لكن أسس الرواية فعلا منسوبة لنجيب محفوظة وعمل حاجة مهمة جدا إنه فتح فيار وخلى فيه جيل يمشي في سكة نجيب محفوظة يعني يعيش في جيل بابه بعضهم أساس جمال غيطاني أعتقد كان لا جمال استفاد كتير ويسف القعيد لكن يعني تحرروا وحفسكك أخر قول ما ننسي كلك مفيش حد وبرهيم عبد المجيد مفيش حد لم يعيش مرحلة ما اللي هما يجيلي اللي جاه بعد نجيب محفوظ فيه تنين اللي هيقصروا نجيب محفوظ ويوسف إدريس فيه أغلب الكتاب اللجم بعدهم ارتدوا شوية الجيل باب ثم تحرروا من الجيل باب يعني راحوا يعني كل واحد بقالوه شخصيا لكن فيه ناس فضلت داخل الجيل باب نجيب محفوظ يعني مقدش تتحرر منه وكانوا لأنه مؤثر إلى هذه الدرجة ترجمة نانسي قنقر